القايمة بقى او نقول مش قايمة بقى خلاص احنا نقول مجلس ادارة جديد للنادي الاهلي اللي تم انتخابه باكتساح تقريبا مبارح خلينا نقول الكابتن محمود الخطيب بيستمر الاربع سنوات اخرى مجبلة رئيس صنع للنادي الاهلي نائب رئيس النادي الاهلي هو الاستاذ العمري فاروق وهم كلهم قامات كبيرة جدا وتاريخ كبير داخل النادي الاهلي وكمان حب مفروغ منه للنادي الاهلي وتفرغ لخدمة هذا الكيان وهذه المؤسسة الكبيرة المهندس خالد مرتاجي امينة للصندوق بفارق كبير جدا من الاسوات تقريبا الدعف ده اختيار الجمعية العمومية ده دي جزئية مهمة جدا العضوية فوق السن فاز مين فاز الدكتور محمد شوق اللي بيعود لمجلس ادارة النادي الاهلي بيستمر الدكتور طارق انديل عوض مجلس ادارة النادي الاهلي السابق والجديد كمان الاستاذ محمد الغزاوي بيعود لمجلس ادارة النادي الاهلي الاستاذ محمد الضماطي مستمر الكابتن حسام غالي الكابتن الكبير جدا والاضافة المميزة جدا جدا على مستوى الاداري داخل النادي الاهلي نجح وكان موجود وخد عدد هائل من اصوات 19 الف وشوية مهند مجدي الدكتور مهند مجدي موجود في عضوية مجلس ادارة النادي الاهلي مستمر للتالي الدور على التوالي راجل بيتفانى في خدمة النادي الاهلي وبيحب الاهلي بشكل كبير جدا جدا المهندس محمد صراج الدين موجود ايضا واخد عدد كبير جدا من الاصوات في الحقيقة كلهم خدوا اصوات كتير جدا وخدوا ثقة ملحوظة قوي 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 من اعضاء الجمعية العمومية بالامس ده العضوية اللي كانت فوق السن عضوية تحت السن الاستاذ محمد الجرح بيفوز موجود في عضوية مجلس ادارة النادي الاهلي والوجه الجديد الشاب المميز المبشر مي عاطف متواجدة في مجلس ادارة النادي الاهلي وقدرة انها تنجح كان فيها قلق شوية على مي كان فيها قلق شوية مثلا على مناصب معينة لكن السقة دايما من عضاء الجمعية العمومية ان احنا الناس دي مكونين وفي تفاهم بينهم مكونين قايمة ومجموعة يقدروا اشتغلوا مع بعض بتناغم فاحنا نديهم السقة بص بقى هي الجمعية العمومية بتديهم السقة طبعا الف الف مليون مبروك على كل منفاز بمقعد داخل مجلس ادارة النادي الاهلي بمختلف المناصب الف مليون مبروك وسقاطنا فيك هجم كبيرة وسقاطنا فيكم باذن الله هتبقى في محلها وان شاء الله ان شاء الله تفرحوا كل جمهوري النادي الاهلي كما هو المعتاد لكن هنا الناس لان دي الجزئية دي مهمة قوي قبل ما اطلع على الفاصل اعضاء الجمعية العمومية ليه بيختاروا القايمة او ليه اختاروا القايمة ان هي اللي تكون موجودة ليه سبب بسيط جدا هو جيه جدا علشان اعرف حزبك بس هو ده السبب انا باختار القايمة علشان لما اجي حزبك اعرف حزبك اعرف لو فيه اي تقصير اتكلم بقى معك مش هيبقى فيه اي مبررات اخرى فدي جزئية كانت مهمة جدا نتمنى لهم يا رب اشتركوا في القناة